دائرة تيزي غنيف وبالضبط في مكيرة ومكيرة هذه بلدية هي من أفقر بلديات ولاية تيزي والزوم وأيضا فيها عملية عملية نهب لـ 32 هكتار هذا 32 هكتار تم وضحها أو عملها محجرة محجرة تعرفوا ما معنى المحاجر والمحاجر هذه مدمرة يعني الناس اللي أمامهم محاجر يعني هلكتهم في صحتهم هلكتهم في الهواء اللي يشموه الضجيج انتع الشاحنات وانتع الحفر الغبار الذي يملأ هذا كله في مكيرة طبعا نحن كيف في أماكن أخرى لكن هذا كله في مكيرة ومكيرة أهل مكيرة عندهم عشرين سنة هم يتضاربوا على الموضوع هذا قدروا يوقفوا هذه المحجرة لسنوات وهذه المحجرة اللي استولى عليها كان المير المير وأسموه رابح من عوم رابح من عوم كان مير في 2005 إذن قام به وهذه 32 هكتار هي أرض غروشية في المنطقة هناك يسموهم في بعض المناطق قالك يسموها أرض الغروش وفي المناطق يسموها في المناطق القبيل يسموها أرض المشمل أي أنها مسموحة لكل سكان المنطقة بشرط أن لا يبنوش فيها يعني يرعوا أغنامهم من يش عارف يديروا فيها حاجات اللي ما تعطيهمش الملكية الخاصة وإنما هي ملكية شاملة أو عامة أو عروشية أو سميها ما شايت ففي هذه المنطقة إذن قام المير بالاستيلاء على ذلك قام بتزوير كثير من الملفات وكان في البداية وضع أسم أخوه في هذه الشركة سمها فيونس للسيراميك إلى آخر الشركة سار ومعها ثلاثة وحدة أخرين زادهم ووقعت مشدات بينه بين السكان لكن طبعا لأن هذه المحجرات دخل أموال ضخمة دخل ملايير فاستطاع أن يقدم وأن يرشي كل المعنيين كل المعنيين اللي ممكن يعطلوا هذا الموضوع أرشاه ورغم أنها توقفت إلا أن عاد بعثها من جديد خاصة بعد أن وافق له آنذاك شاكيب خليل مرة أخرى وافق له على رخصة الاستغلال وانتشرت المشاكل الصحية للناس مرض السرطان، العمرات التنفسية التدمير الحياة الطبيعية النباتية إلى آخر الضجيج ليلة نهار التأثير على الأطفال المتمدرسين خاصة أنها بجوار هذه المحجرة ابتدائية وكوارث أخرى كثيرة وبالرغم من أن المواطنين غلقوا مقر البلدية عدة مرات تداروا إلى آخره لكن ما جابتش الأمور بالعكس ما أقدم عليه هذا الشخص والمتواطئين معه أنهما رحوا حرقوا المقر السيرفيس اللي فيه الأملاك وفيه الأشياء اللي تتعلق بأملاك البلدية باش يحرقوا وقع باش ما تبانش التزوير في الملف إلى آخره يعني الفريق انتهى وظل واستمر وما زال مستمر في هذه الأعمال وهو الآن سيناتر طبعا المحجرة مش فتحت له فقط أنه يمول الحزب اللي تابع له هو تابع له أحد الأحزاب ونتيجة لأنه أصبح عنده نفوذ كبير نتيجة للمال ولا في المجلس الولائي لتعتيزي والزو قبل أن يصبح سيناتر اليوم وراه اليوم هذا شي سموه رابح من عوم سيناتر ويقدم جزء من شكارة يقدمها الحزب انتاعو بالرغم أن كاي الناس بما فيهم رئيس البلدية نتع الحزب انتاعو ارفض تجديد الرخصة لكن استطاع هو أن نتيجة المبدأ دهنس سير يسير شراء الذمام اشترى ذمام وإضافة لشراء ذمام تع المسؤولين المحليين باش ما يقلقوش بداية من الوالي إلى رئيس الدائرة إلى آخره توفابيا وكل واحد يروح له جزء من المال لدي فيه وثاق كثيرة جدا لأن سكان البلدية رسلوني وبعثوا لي في الحقيقة كثير يعني ملفات بالعربية بالفرنسوية صور كثيرة هاي بعض الصور مثلا هنا صور هنا حتى بالأسماء إلى آخره لكن طبعا الحال الهدف ليس أن ندخلوا في التفاصيل التفاصيل إنما الإشارة لهذه القضية والإشارة إلى أن بالمناسبة يعني هذه البلدية ما عندهاش إلا هات 32 هكتار باش تتوسع فيها مثلا تبني أمور عامة تبني مثلا مدارس تبني شيء هاكذا للشباب ما عندهمش هات 32 هكتار اللي سيطرت عليها العصابة عصابة المحاجر وهنا شخص باسمه وبوظيفته مباشرة هذا الفساد رح موجود في كثير من المدن الجزائرية ولذلك أنا أقول لإخوان اللي عنده ملف صحيح انتع فساد يرسله لنا مليح يكون موثق بتفاصيل معينة أو على الأقل تكون فيه قراءة الاتهام أنا ما نحبش اتهامات هذه الفارقة يعني هذا الملف لو كما شتوش صحيح وهو فيه تقريبا حوالي سبعين صفحة أو ثمانين صفحة طلعت عليها كلها ما نقدرش نقولها كلها في اللايف لكن لو كما شتوش ملف صحيح مش هنتحدث عليه ولذلك ملف وهران أنا عارف تأكدت أنه ملف صحيح لكن أحتاج إلى تدقيقات ولذلك يعذروني إخوانا اللي في ملف وهران اللي قلت هما قضيتين قضية المولودية وما يحدث فيها وما يجري فيها ومشاكل وشكون هما المسؤولية على كل هذا وقضية النهب أيضا لإحدى القطع العقارية البالغة الأهمية واللي مشاركين فيها عصابة وهران